فإن الدنيا ثانية وكل ما عليها زائر ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله ومن ابتغى ما عند الله أقر الله عينه والقليل من العبد في معاملته مع الله كثير كثير عند الله بمنه وفضله وكرمه فقد تكون الخطوة إلى طاعة وبر موجبة لمحبة الله للعبد محبة لا يصفط بعدها أبدا وقد تكون الكلمة من محبة الله لا يلقي لها العبد بالا يكتب الله بها رذوانه إلى يوم يلقاه فأسأل الله العظيم أن يجعل أعمالنا مقبولة عنده وهو أهل الفضل والتكريم أمي؟